الفصل السادس امتحان عسير من قصة أسامة بن زيد إعداد أستاذ يسر محمد نجيب هذا العمل ضمن حملة علمه ينتفع به صدقة إنكارية على روح والدي العزيز أستاذ محمد نجيب صبر إهلال نسألكم الدعاء له بالمغفرة وعلوه والمنزلة امتحان عسير بتبدأ أحداث الفصل بوصف المشاكل والأزمات اللي حصلت في الدولة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة امتحان عسير للمسلمين فبالنسبة للمسلمين ثبتوا على دنهم ورفضوا التفريض في أي أمر من أمور دنهم وتمسكوا به أما المنافقين فأعلنوا بأنهم ارتدوا عن الدين وجهروا بهذه الرد وقرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الوقوف والتصدي للمرتدين بقوله والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي بالإضافة إلى أن اليهود والمشركين أخذوا يتحفزوا لقتال المسلمين وأوشك الموقف أن ينفجر كان مما يزيد الموقف حدة بأن حصل جدال بين الأنصار والمهاجرين حول الخلافة قبل مباعة أبو بكر بعد مباعة أبو بكر حصل ثلاث أزمات بدأ بيها أبو بكر فترة حكمه الأزمة الأولى كانت فتنة المرتدين والأزمة الثانية كانت تربص اليهود والمشركين اللي كانوا بيستعدوا للهجوم على المسلمين في أي لحظة أما الفتنة الثالثة فكانت محنة المتزمرين من قيادة أسامة بن زيد للجيش وبالتالي كان كل ما يحيط بأبو بكر ينظر بالخطر بالنسبة لجيش أسامة كان فيه أزمتين متعلقتين بهذا الجيش الأزمة الأولى رأى بعض الصحابة بأن المدينة المنورة في الوضع الحالي محتاجة إلى الجيش يحميها وبالتالي رأوا تأجيل إرسال جيش أسامة والاستفادة من الجيش في حماية المدينة المنورة وعدم إرساله حاليا ما الثانية اللي كانت تخص جيش أسامة هو اعتراض بعض الصحابة على قيادة أسامة واللي شايفين بأنه فيه في الجيش ناس أكتر خبرة من أسامة بالمعارك وناس أكتبر سنة من أسامة هما أولى بالقيادة ببكر الصديق كان بيفكر هل يبعت الجيش بتاع أسامة لقتال الروم ولا ينتظر علشان يتفرغ من قتال المرتدين ولا يتأهب لمحاربة اليهود والمشركين اللي بيستعدوا حاليا للهجوم على المسلمين أبو بكر كان بالنسباله الموت أهون عليه من أنه يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن جيش أسامة يتحرك وهو على ثراش الموت وبالتالي أصر أبو بكر الصديق بأن أسامة يكون قائد الجيش برغم اعتراض عدد كبير من المهاجرين والأنصار وبأن الجيش ده هينطلق لقتال الروم ده أول شيء خطر في ذهن أبو بكر الصديق في الساعات الأولى لبداية حكمه وعلى الفور أعلن على الناس ليتم بعث أسامة امتحان أبو بكر على أيدي السابقين الأولين أبو بكر كان عارف أن إرسال جيش أسامة هيصير بعض الجتل وبرغم كده أبو بكر الصديق كان شايف بأن تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهم بكتير من نقد النقدين أو تذمر المتذمرين أول من المسلمين معرفوا بقرار أبو بكر الصديق إرسال جيش أسامة مجموعة من السابقين الأولين تجمعوا وذهبوا لأبو بكر قالوا له إن جيش أسامة جند المسلمين والعرب قد انتقطت عليك فلا ينبغي أن تفرق عنك جماعة المسلمين وبالتالي هنا يواجه أبو بكر أول امتحان له أثناء خلفته هل يستجيب لرغبة كبار المسلمين ويأجل تحرك الجيش لما بعد ولا ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحمل مسؤولية الأمر ده لوحده أبو بكر الصديق أنصت لأراء كبار الصحابة ولكن بعد ما انتهوا من إبداء أراءهم لم يسلك معهم رد المحورة أو المدورة في الرد ولكنه أجاب عليهم إجابة قاطعة بقوله والذي نفسه أبي بكر بيده لو ظننت أن السباعة تخطفني لا أنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق غيري في القرى لا أنفذته كانت إجابة أبو بكر بمثابة إشارة للطريق الذي سيسلكه في خلفته وبأنه سيسير على خط الرسول صلى الله عليه وسلم وينفس تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ينحارف عن هذا الطريق موقف الأنصار من قيادة أسامة للجيش بالرغم بأن أبو بكر الصديق كانت رأيه الصريح في إنفاذ بعث أسامة وبأن أسامة هيكون قائد للجيش إلا بأن مجموعة من الأنصار راحوا لعمر ابن الخطاب طلبوا منه بأنه ينقل رغبتهم للخليفة أبو بكر في تعيين قائد للجيش يكون أكبر سن من أسامة هنا ترتسم علامة استفهام إيه سبب لجوء الأنصار لعمر بالذات دونا عن بقية الصحابة في هذا الموقف؟ هل حسوا بأنه بيشاركهم وجدانيا في تعيين قائد بديل عن أسامة؟ طيب هل قرروا بأنهم ما ينفردوش بهذا المطلب ويجعلوا عمر شريكا لهم في هذا الرأي؟ ممكن تكون الأفكار ديت طافت بأذهان الأنصار ولكن إيه هي حقيقة موقف عمر من قيادة أسامة للجيش؟ الواقع بأن عمر ما كان لهش رأي صريح في مسألة قيادة أسامة للجيش بالرغم بأن عمر ابن الخطاب كان واحد من الجنود اللي هتشارك في الجيش ده ولكن طول فترة المشاورات اللي دارت ما بين الصحابة حول تعيين بديل لأسامة لم يبدي عمر ابن الخطاب أي رأي ولم يكن له أي اتجاه كل دوره في هذه الأزمة إنه كان سفير أمين لإبلاغ وجهة نظر الأنصار لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتيجة سفرته أن أبو بكر رضي الله عنه غضب منه أشد الغضب وامسك بلحيته وهو غاضب وقول له ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه لو كان عمر بأيد وجهة نظر الأنصار كان يوافق قلو تلميحا على صحة رأيهم ولكنه كان بيتباحث مع أبو بكر بشأن خطورة الموقف في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها كانت كل الظروف المحيطة بأبو بكر تدعو للتخوف من خروج جيش أسامة في وسط المؤامرات والفتن اللي بتتطبص بالإسلام واللي بدأت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل واضح للعيان عمر موقفه أشبه ما يكون باحتواء للموقف فهو ينقل رأي الأنصار ويحاول أن يضع حد للبلبلة التي يمكن أن تتحول لانفجار سياسة أبو بكر رجع عمر إلى الجرف ونقل للمسلمين رد أبو بكر وبالتالي كان رد أبو بكر رد حاسم يقطع كل جدال وكل نقاش حول بعث أسامة وكان رد أبو بكر بمثابة الخط العريض اللي يرسمه أبو بكر اللي يوضح سياسة به اللي هيصير عليها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة دي هي بأن أبو بكر أعلن بأن وهينفذ كل شيء أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وبأن ما فيش أي مجال للأخذ أو الرد أو المحاورة أو الجدال فيما يخص كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي أصر أبو بكر الصديق على إتمام بعث أسامة رغم علمه بكل ما يحيط بالمدينة من فتن وأمؤامرات وبرغم علمه بأن المدينة محتاجة لجيش يحميها من الخوانة اللي بيحيطوا بها نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ يسر ترجمة نانسي قنقر